السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض فطاير تركية للفطار بطريقة بسيطة جدا جدا بمقادير اقتصادية مفيش بعد كده بس النتيجة بجده هتطلع طعمها روعة جدا انا ما تخيلتش الطعم بتاع الفطاير دي على قد ما هي بسيطة على قد ما هي جميلة جدا وكمان هي مقلية في الزيت بس بجد من الشربة ولا نقطة زيت طعمها ضحفة جدا هتعمليها كده للفطار لما تقومي كده بدر شوية عن الولاد تقدري تعمل لهم تغيير حلوة اوي في الفطار لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف المقادير والطريقة بتاعتنا المقادير بتاعتي عبارة عن كبايتين من الدقيق الابيض متعدد لاستخدامات ومعاهم كباية من الميا معلقة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة تمام ومعلقة كبيرة من الجبنة اي نوع جبنة عندك مسلسات جبنة كريمي تمام بتستخدمي اذا تستخدمي مسلسات بتستخدمي مكعبين من المسلسات او مسلسين يعني وكمان معايا سمسم للتزيين تمام كده دلوقتي في بولا بنزل كباية من المياه اللي هي المياه الدفئة تمام وناخد بالنا نوحد الكباية يعني الكباية اللي هنعير بيها الدقيق هي اللي نعير بيها المياه بتاعتنا وبعدين بنحط عليها السكر ونحط عليها معلقة الخميرة ونقلبهم مع بعض كده وبعدين بنزل معلقة من الجبنة الكريمي ونحط عليهم الكبايتين من الدقيق تمام وبنعجينهم كويس كده بيدينا العجين هتكون ملزقة وطرية بالشكل اللي احنا شايفينه ده ممكن تاخد منك معلقة كمان من الدقيق تمام بس هي هتطلع ده شكلها هتكون ملزقة كده الى حد ما تيجي تمسكيها بإيدك هتلاقيها بتلزق في إيدك كده تمام هنغطيها لمدة عشر دقايق بالزبط هتختمر معانا الاول بداية الاختمار ده ما تكونش مختمرة قوي ومالية البولا هنبدأ دلوقتي ناخدها ونشتغل بيها ونشكلها انا هشتغل هنا على بتاعي او على الرخامة على طول يعني يا جماعة اهم حاجة نكون متأكدين من نضافة الحاجة اللي بنشتغل بيها مش لازما نكلف نفسنا ويكون عندنا مفرش للعجين تمام والحاجات دي لأ عادي جدا اهم حاجة النضافة طبعا تمام وباخد قطعة العجين دي وبقسمها لتمن قطع اهم حاجة تكون الى حد ما القطع متساوية واذا حسيتي ان القطع مش متساوية ممكن نتخدي من القطع الكبيرة قطعة كده وتزبطيهم مع بعض وبنعملهم على شكل دواير كده او قرص اقراص كده بالشكل ده بنجمعها كده شايفين العجينة ملزقة ازاي عادي جدا اشتغلي بيها وهي كده ده من اللي جبنا على فكرة الفطير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا بدون زيت وبدون زبدة وبسيطة جدا جدا مش هتتخيلي الطعم التحفة جدا اللي هي هتطلع بي ده انا قسمت القطع عندي خلصتها كده دلوقتي معايا السمسم ومعايا نص كباية من المية بالشكل ده هبدأ اخد قطعة العجين وخدوا بالكم معايا هنا انا هشتغل ازاي بقطعة العجين من تحت كده بالقعدة بتاعتها اللي فيها دقيق انا هبدأ امسكها وبعدين هاخدها اغطصها في المية ثانية واحدة بس كده ببلها مية يعني وبعدين اغطصها في السمسم بالشكل ده كل وش قطعة العجين بتاعتي هيتملى كده بالسمسم طبعا كلنا عارفين فوايد السمسم قد ايه هي فوايدها كتير جدا وحلوة قوي كمان هيتلع طعمها طحفة جدا في الطريقة دي ببدأ هنا ان انا بفرد قطعة العجين هفردها بسمك يعني مش رؤيا قوي وكمان ما تكونش سميكة علشان وقت الاختمار بتاعي ما تفرقعش قوي من بعضها لما تيجي نسويها تمام هبدأ افردها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده طبعا انا كنت بليت قطعة العجين بالمية فطبيعي جدا وانا بفردها بالمردانة او بالنشابة هتلزق معايا فكل شوية كده باخد شوية من السمسم وحط على وشة السمسم بيتماسك جدا ويا العجينة تمام وبيساعدني في الفرد شايفين شكلها عامل ازاي وكمان ده السمك المطلوب دلوقتي انا هقسم الدايرة دي على نصين بالشكل ده هيطلع معايا نفس الشكل اللي شوفناه في اول الفيديو تمام جدا هاخد دلوقتي قطع العجين احطها على المفرش تمام صنية وحط عليها فوتة مطبخ وهبدأ ان انا احط عليها قطع العجين لحد ما اخلص كل الكمية وابدأ في التحمير مرة واحدة لان هي مش بتاخد وقت خالص في التحمير والتسوية زي ما اتفقنا باخد قطعة من العجين بمسكها كده وبعدين بغطسها ثانية واحدة في الميا واطلعها اغطسها تاني في السمسم بتاعنا وزي ما قلتلك اذا حسيت ان هي بتلزق طبعا نتيجة الميا اللي انا بلتها بيها هنزود شوية من السمسم ونبدأ نفرد بالمردانة بتاعتنا السمك اللي انا ورته لكم انا هعمل معاكوا واحدتين علشان تشوفوا سمك العجينة بتاعتنا عاملت زي تمام كمان احب اقولك ممكن بعد ما انا هنا اسماها الاتنين ممكن تقسميها الاربعة طبعا التشكيل ده زي ما تحبي تمام جدا شايفين هي ازاي بتلزق مني بزود سمسم السمسم بيتماسك معها قوي وبيعزل ما بين قطعة العجين والمردانة اللي بنفرد بيها بالشكل ده كده هنخلص كل الكمية مع بعض ده شكلها انا هنا مش هسيبها وقت تاني ترتاح ولا حاجة يدوب هبدأ اقلي بس من اول واحدة بدأت بيها هي اول واحدة هبدأ اقلي بيها تمام كده في زيت غزير على نار تكون الزيت محمي تمام والنار وسط بالشكل ده هنزل بالوش اللي عليه السمسم ناخد بالنا كمان من الخطوة دي تمام بالشكل ده هحمره هحمره خدوا بالكو هنا هي بدأت ازاي تنتفخ بالمعلقة كده وهبدأ ارفع زيت يكون سخن على وش القطع العجين بتاعتي او الفطير بتاعتنا هبدأ ان انا ارفع زيت على وش العجينة دي الزيت لما برفعه بيساعد على ان هي تنتفخ شايفين شايفين النتيجة تحفة جدا زي ما قلتلك الزيت يكون سخن بس مش سخنة اوي لأ سخنة دوب تنزل فيه الحاجة كده ما تاخدش لون بسرعة تمام وسط وكمان النار تكون وسط اول ما بحس ان هي اخدت لون من تحت من عند السمسم وطبعا ده هيبان على الجوانب بتاعتها ببدأ على طول اقلبها على الجنب التاني هتتحمر معايا وزي ما قلتلكو بجد انا قلياها في الزيت وزيت غزير بالطريقة دي هتطلع معاك خفيفة جدا ومش شربة ولا نقطة زيت نهائي بامانة انا ما تخيلتش طعمها الطحفة جدا ده هتطلع معاك حلوة اوي مع كوباية شاي بلبن كده على الفطار يا سلام شايفين بحط العجينة على الوش بتاع السمسم وببدأ ان انا ارفع الزيت كده بالراحة بالمعلقة على وش الفطار بالشكل ده ناخد بالنا كمان من اللون بتاع التحمير علشان ما يغمقش مننا اوي تمام بيكون يا دوب اصفر دهبي فاتح كده او يعني درجة تحمير هدي برحتك بس اهم حاجة ما تغمقهاش اوي عشان يكون طعمها حلو طعم السمسم يا جماعة بعد التحمير تحفة جدا جدا بجد انا زي ما قلتلكو في اول فيديو ما تخيلتش روعت وجمال الفطار دي على قد ما هي بسيطة جدا بخلص كل الكمية تسوية كده او تحمير في الزيت وبتطلع معايا بالشكل ده جميلة جدا جدا ورحتها تحفة وطعمها خفيف قوي مش شربها لنقطة زيت بجد بكل امانة اتمنى تجربوها بالطريقة الحلوة دي تقومي كده تتشطري من بدري وتعملي الفطار لولادك بطريقة مختلفة خالص هيحبوه منك وهيشكروك كمان عليه وبالهنة اشوفكو الفيديو الجاي على خير باي باي اشتركوا في القناة